أهلاً بيكم مشاهدينا في تخطية جديدة على موقع صدى البلد وهنستعرض فيها حركة الدولار عالمياً ومحلياً غصة بعد قفزة الدولار اللي حصلت إمبارح وكمان متابعة أسعار الدهب عالمياً ومحلياً ونبدأ بحركة الدولار في مصر فقد شاهد سعر الدولار ارتفاعاً خلال التعاملات إمبارح أمام الجنيه المصري وده وفقاً لآخر تحديث لأسعار البنك المركزي المصري وأعلن البنك المركزي المصري من خلال موقعه الإلكتروني ارتفاع أسعار الدولار اللي تخطت حاجز الـ 26 جنيه للبيع والشراء وسجل سعر الدولار ارتفاعاً مقابل الجنيه في معظم البنوك العاملة في مصر بحوالي جنيه و40 إرش وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 26 جنيه و25 إرش للشراء و26 جنيه و30 إرش للبيع كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 26 جنيه و25 إرش للشراء و26 جنيه و30 إرش للبيع جدير بالذكرى أعزقنا المشاهدين أن سعر الدولار تراجع في السوق السوداء بقوة فسارع كثير من المواطنين على بيع كل الدولارات اللي معاهم وتحولها لجنيهات بعد إعلان بنك الأهلي وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين في مصر عن طرح شهادات الإدخار الجديدة وبدأ من أمبارح الأربع أربعة يناير بفائدة 25% لمدة عام وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري يثبت نجاح الدولة ومجهودتها في مواجهة السوق الموازية التي تضرب الاقتصاد القومي ولكن على المستوى العالمي فاتعرض الدولار لضربة قوية وانخفض الدولار إمبارح مقابل العملات المرتبطة بالسلعة الأولوية مثل الدولار الأسترالي وأمام اليورو الذي استمدت دعم من مجموعة بيانات أشارت إلى أن التضخم الأوروبي ربما يكون قد بلغ ذروته وكان الدولار تحت ضغط بالفعل من جانب المستثمرين اللي زاد تفاولهم بعد تخفيف الصين لقيود كوفيد الصارمة واللي خلاهم يحسوا بانتعاش تاني كأكبر اقتصاد في العالم وأزهرت بيانات تراجع ضغوط أسعار المستهلكين في فرنسا أكتر من المتوقع في ديسمبر بينما أشارت بيانات الثلاثاء إلى تراجع التضخم في ألمانيا بنسبة أكبر كثيرا من المتوقع ورسمت بيانات إسبانية الأسبوع الماضي صورة مشابهة وعلى جانب آخر ارتفع اليورو اللي سجل اليوم الثلاثاء أكبر انخفاض في يوم واحد أمام الدولار في شهرين بما بلغ 82% في المية إذ تمسك المتعاملون بفكرة أن تراجع التضخم ممكن يكون معناه تغيير وطيرة زيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي ومن الدولار ننتقل إلى أسعار الدهب في مصر تراجعت أسعار الدهب النهاردة مكارنة بالارتفاع اللي وصله الأيام اللي فاتت فوصلت أسعاره ضروطة محققة أعلى سعر الخميس 15 ديسمبر اللي فات وهبط سعر الجرام عيار 18 عن 1500 جنيه مسجلا 1491 جنيه فيما هبط عيار 21 اليوم ليسجل 1710 جنيه للجرام الواحد كأقل سعر مكارنة ب1900 جنيه للشراء الخميس ديسمبر بفارق 190 جنيه وسجل عيار 14 1160 جنيه مجددا بعد ما تخطى 1200 جنيه في وقت سابق كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 994 جنيه وشهد سعر الجنيه الدهب هبوطا قدره 1280 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي 15 ديسمبر حيث سجل حينها 15200 جنيه واليوم 13920 جنيه وده بعد إصدار الشهادات ذات العائد 25% أمس ببنكي الأهلي ومصر أما على المستوى العالمي فاستقرت أسعار الدهب النهاردة بدعم من ضعف الدولار في حين استعد المتعاملين في السوق لبيانات عن وظائف الأمريكية اللي ممكن تؤثر على مصار سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي فصعد الذهب في المعاملات الفورية 1 من 10% إلى 1856.11 دولار للأنصة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 7 شهور تقريبا في الجلسة اللي فاتت وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 1 من 10% إلى 1861.20 دولار وتراجع مؤشر الدولار 1 من 10% وده اللي بيخلي الدهب المصعر بالعملة الأمريكية الأكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وبكده مشاهدينا تكون انتهت تخطيتنا ولكن متابعتنا لحركة الدولار والذهب والبيع والشراء عالميا ومحليا مستمرة لتفاصيل أكتر زوروا موقعنا موقع صادة البلد الإغباري وشاركونا في الكومنس بقرأكم وتوقعكم في الفترة الجاية نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء